أنا لازم ألاقي حل بسرعة بسرعة اسمتي كثير كثير أنا من سجن أحمد البطالة أنا هو رامز ملك المقالب لكن أنا استسلمت لأمر الواقع والإيش أنا فقط باليوم الواحد بدخل علي هذا الحساء حساء اسمه حساء أحمد البطالة ما معاي أي طريقة عشان أهرب من هذا السجن إلا عين كتير كتير ازهقت وبطلت عارف أنا إيش بدي أسوي يا ويلي شو الملل هذا والله ملل كتير كتير وأنا مش عارف شو بدي أسوي يعني بابا أحمد البطالة رايح دور على أشرار أما أنا جالس في هذا الكوكب فقط أنا بطل على الأشرار يمين ويسار ومش عارف أنا شو بدي أسوي اليوم أنا كتير كتير زاقان والوضع ممل كتير أوه خطرت على بالي فكرة هذا طفل وأنا بقدر إني أخدعه أنا ملك المقالب هيي زعرور البطل زعرور البطل إيه مين بنادي عليك إيه شو بديك يا رامز ملك المقالب شو بديك إنت فقط بتطلع في رمضان هاي أنا بدي أحكي لك شغلة إنت زاقان سمعتك صحيح نعم بصراحة أنا زاقان كتير والوضع ممل كتير كتير أنا عندي الفكرة المناسبة أنا اطلع إيش موجود معاي فقط هذا الحساء زي ما إنت شايف طيب وشو أسوي لك أجبلك بالنكات تانية مثلا لأ ما بدي نكات تانية وأنت زاقان شو رأيك إنه أنا وياك الآن يعني نتبادل وأصوي لك أجمل لعبة بالعالم إيه جد بتحكي لعبة بتخليني أنسى الزهاء وأصير أنا فرحان كتير كتير نعم نعم لعبة رح تخليك فرحان ورح تنسى إشي اسمه ملل وزهق ماشي طيب كيف كيف عليك فقط يا ضرور إنك تجيب اللي بيكاكس بيكاكس شو بدك أتر استنى 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 لا تكمل الكلام لعبة جميلة لعبة كبيرة لعبة أسطورية آه جد بتحكي بدي أنا هاي اللعبة إش قلت اللي بدك فقط بيكاكس ماشي 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 يلا يلا ده أروح أنا بدي أجي بيكاكس وي هاي فكرة أسطورية رح أخدع هذا الطفل المسكين اللغب كتير كتير ورح أهرب من هذا السجن يلا يلا هيني أنا ديب بيكاكس ديب بيكاكس يا سلام رح يسوي للعبة ما رح أنسها طوال حياتي يلا 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 الآن إحنا رح نبادل عشان يعني بتعرف أنا مش رح أروح من السجن أعطيني البيكاكس وبعطيك الحساء طيب ماشي هاي مثل هيك تفضل خلينا أرجع ورا أقول لك لا حساء ولا بيكاكس متل هيك متل هيك أه لا 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 بترجعكي خد لكي خد لكي آي رائع جدا جدا هذا هو الكلام غنان مش شايف إيش يا نووي هذا ليش رائع امفكرني فقط رح أهرب عنها رح أهرب الجميع وأحمد البطل موجود حاليا في كوكب قبل قليل قتلت جيش كامل من الهياكل العظمية فقط في ضربة واحدة من بوم القوس تبعي الأسطوري والآن بدأت فقد أحوال السجناء اللي موجودين في كوكبي انتظروا انتظروا وين البكاكس اللي لازم يكون بوم في هذا المكان في بكاكس ناقص من هذا الجدار مين ما أخده ما بعرف فعشان هيك بدأ أكمل أنا وبدأ أتأكده خليني أنا الآن أجي من هذا المكان سامح صوت ضرورة مثل هيك توقف خد لك خد لك خد لك يا ويلي أنا والله لا أدبحك لا أدبحك يا شرير مثلك أنا بدأ أحاول أن أدبحك هاهاها دك تضربني اضربني أشوف اضربني خد لك يا ويلي الكهرباء بتضربني أنا آسف أعطيني البكاكس بسرعة طيب خد خد هيا البكاكس قدامي لا ترجع تتحداني أبدا أبدا ماشي خلص طيب ماشي ماشي يلا قدامي ممتاز مثل هيك رائع جدا جدا أعطيني السياج أعطيني كل السياج طيب ماشي خد خد معايش إلا هاي يلا أعطيني كل اللي معاك بسرعة بسرعة طيب ماشي هاي خود هاي كمان واحدين كذاب فينا استنوا استنوا شوي أعطيني كمان حبتين بسرعة يا ويلي كشفتني كشفتني خد هاي واحدة وهي التانية بابا ساعدني انتظر يا زعرور لازم نلاحق بسرعة 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 مرحبا هاي هل مسكرت بسرعة شو هذا هاي جوجو البطل شفت اللي أنا شفته يا أحمد البطل نعم انت ليش ما حاولت تهربي ما بدي أهرب أنا ما بدي ليش ما هربت يا بنتي يا خبية ليش ليش يا بابا ما بدي أهرب أنا أنا ما بدي أهرب أنا دي أظني طيب أنا ما بدي أظني أظن شريرة يا بابا أيوة هنا رجعنا على السجن يا صديقي جوجو البطل تعال تعال معاي يا أحمد أنا مستغرب كتير كتير حتى أنا مستغرب أكثر منك يا صديقي جوجو البطل ليش ما هربت ليش ما هربت من الكوكب تبعك نفسي أعراف بصراحة زي زيك أنا مش عارف بالمرة بالمرة يعني ليش ما حاولت على الأقل إنها تهرب هاي اللي اسمها وينز داي الشريرة خلينا روح تتعالج زعرور نعم هين وديته أنا الآن على غرفته شو رأيك أنا عندي خطة نكتشف إذا وينز داي بدا تتغير أو لا إحنا في كوكبنا هذا ما منظلم أحد إحنا اللي بصير طيب ومنتأكد مئة بالمئة إنه صار طيب منطلعوا من هذا السجن أكيد أكيد عشان إيك أنا وياك بدنا نسوي يعني خطة عشان نشوف ونتأكد إذا هي طيبة ولا لا أكيد أكيد يلا على الخطة ليش ليش يا غبي ما طلعتين في هذا الوقت ليش يا بابا أنا ما بدي ما بدي أهرب أنا إذا هربت رأت أكد إني شريرة بس أنا حاب أني أكون طيبة ما بدي أكون شريرة أنت وحد غبي أنا أبوكي وهذه إمك إحنا غضبانين منك كثير كثير وزعلانين منك لأنه ونس داي الشريرة مش هيك أنا مش ونس داي الشريرة أنا ونس داي الطيب يلا يا جوجو يلا يا زعرور حان الآن الوقت المناسب بابا متأكد إنك بدك تسوي هاي الحركة إيجارية كثير كثير نعم يا زعرور لأن أنا ما بحب أني أظلم أي أحد في كوكبي هذا يلا يا أحمد إن طريقة يلا دا تأكد ما عندي أجنح عشان ما تعرف أني أنا أحمد البطلة والآن رح ألبس رأس القرع هاي الرأس هذا الرأس رحيف يعني يبينني أني أنا شرير كثير كثير صحيح أكيد أكيد با لكن انتظر انتظر كمان شوي دا أنزل أنا عند رئيس المراقبين بس هو موجود في غرفته ولا لا خلينا أجي أشوف مرحبا مرحبا يا رئيس المراقبين أهلا وصهلا يا أحمد البطال هاي عندك ملابس هون ولا هون بدي ملابس أغطي بدلة الأسطورية هاي أكيد أنا عندي ملابس لكن استنى شوي إيه نسيت أنا حطتهم بالتنظيف يعني بهم من تسخات شوي يا ويلي جوجو بدي أدبر ملابس أنا بسرعة بسرعة ماشي ماشي أنا رح أروح ورح أدبر لك ملابس أنا كمان عندي ملابس وروح على غرفة نحطني وجبل لي ملابس كيف يا رئيس المراقبين هاي الفكرة رح أروح ورح أختبر يعني طيبة وينس دي الشريرة طيب يعني أنت متأكد إنها يعني طيبة نعم يعني أنا شاكك شوي بس أنت بدك تظلك تطلع على الكاميرات ماشي أنا ماسك كل الكاميرات وأصدقائي جاهزين لأي حرب ممكنة ماشي خلينا أتأكد منه ما ذولا جاهزين يا مراقبين عشان أي شي يصير نعم 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 مية بالمية تفضل تفضل يا أحمد هاي هاي البدلة شكرا لك كثير كثير يا جوجو أنا الآن مبين أني رجل شرير كثير كثير يلا هي يا رئيس المراقبين إلى اللقاء بالتوفيق بالتوفيق يلا خليك معاي يا جوجو أنت لازم تطلع علي من بعيد إذا سوت حركة هيك ولا هيكت لازم أنت تكون في المرصاد ماشي ماشي هاي أنا مجهز حالي ومعاي القوس ومعاي أنا الأكس ومعاي كل إشي والسيف كمان ممتاز ممتاز يلا خلينا أقترب بدأ أغير شوي من صوتي مثل هيك هاي هنا أنا غيرت شوي من صوتي خلينا أجي من هون هاي هاي انتي 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 إيش بدك إيش بدك يلا بسرعة بسرعة دف تحليك دف تحليك هذا بي يعني السجن بدأ هربك بدأ هربك يا ويلي ما بدي تقربني ما بدي أنا ما بدي أتعامل مع أي شريرة طيب بدأ هرب يعني أهلك أبوك أمك لا 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 تهربهم لا تهربهم راي يدمروا العالم تدمير مش مشكلة مش مشكلة يدمروا العالم أنا راح أحررك مثل هيك أوه مثل هيك وبعدها مثل هيك يلا أهربي 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 ما بدي لا بدي أهرب ولا بدي أسوي أي شيء ما بدي أهرب أنا بالمرة بالمرة إيه ليش هيك تصار صوتك عشان أنا صرت طيبة طلعينا طلعينا يا بنت يا غبية طلعينا ما بدي يا بابا ما بدي يا ماما جوجوه تعال إلى هنا أنا قادم أنا قادم كان هذا يا وينس دي الطيبة وووو بوم فقط اختبار من إليك شو بتحكيه نعم زي ما أنت سامعة أنت الآن طليقة اختبرناك وعرفنا أنك أمينة جد أنتو بتحكوه نعم نعم وتم تجهيز كوكب كامل من أجلك يا وينس دي الطيبة نعم ورح نشاركك اليوم رسمات المتابعين وووو يا سلام من زمان أنا نفسي أني أسوياي الحركة ونفرجيها ونفرجيكو غرفة الرسمات المتابعين الأبطال الخرافيين زدنا كم من رسمة بس مش جميع الرسمات اللي بعتتونا إياها لأنها متعبة كثير كثير ولازمنا إحنا الوقت الكثير جدا جدا لنضع كل رسماتكو جد أنت بتحكي؟ نعم نعم مية بالمية والشي بتجي عند حضانة الأطفال وبعدين بتوصلي لرسمات الأبطال هذول الرسمات أنا فرجيتهم إياهم بالفيديو السابق خلي نبدأ طير وبا باجي من هون وكل هاي رسمات 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 يا وينز دي والكل هذول رسمات نعم وأنا كمان ضفت كمان رسمات في هذا الفيديو وخلينا الثلاث غرف بالكامل مليئة أكيد أكيد بصراحة متعب جدا جدا يا أحمد البطال يا ويلي والله أنا أني ما بطير كتير كتير يعني طولت بالمشي نعم يا وينز دي والآن هذول هم الرسمات وهاي من الرسمات الجديدة وهذول كلياتهم رسمات وضعتهم اليوم أكيد يلا خلينا نشوف سلام عليكم يعني هذا بيحكي اسمي براء على الأغلب هاي راسم سوسي وزعرور وأحمد عليهم التاج وهي أحمد البطل وهي زوجتي سوسي وهي أنا دل عمري هذا وعمره تسع سنوات أحب أتابع أحمد البطل والله رسمة جميلة نعم آه والله رسمة حلوة هاي هوني من وفاء هاي زعرور وهي سوسي وهي أحمد البطل رسمين والله إشي رائع جدا جدا هاشم من إدلب عبني 6 سنوات أهلا يا هاشم هاي هذا أنا آدم من الأردن عمره 7 سنوات أحبك جدا والله رسمات رائعة كتير كتير هاي رسمة حلوة وهي كمان رسمة مرحبا يا أحمد البطل أنا عبد الله من الأردن إن شاء الله تعجبك الرسمة عاجبتني جميع الرسمات بتعجبني كثير كثير هاي كاركور رسمين كاركور وهي كمان رسمين أحمد شوف هاي رسمة جميلة من يحيا كنجو إش زي هيكد نعم والله هاي يعني رسماته استورية أه والله يا بابا رسميني طلع بابا يم رسميني نعم السلام عليكم أحمد البطل أنا اسمي أشرف من المغرب أهلا وسهلا بكم ومن جميع الدول العربية وهي رسمين كل عائلتنا أوه رائع 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 يعني هاي هذا رسم أحمد وسوسي وزعرور وكاركور والجد والجميع أنا أحمد البطل أنا سلمان أو سلمان أنا سلمان من السعودية أحبك أحمد البطل وأنا كمان كثير كثير بحبكو هاي نفس الرسمة وهاي الرسمة من الرسام معتز مبروك على الخمسمائة ألف مشترك زعرور وأحمد وسوسي البطل ورئيس المراقبين يا سلام وهاي الرسمة طلعت مش نفس هاي الرسمة هاي من سلمان وهاي من عمر وهذا والثنين من السعودية أخوان شكلهم هاي زعرور هاي كاركور هاي عائلة أحمد والله رسمات كثيرة بصراحة أنا فرحان كتير كتير لأنكو أنت بتفرجوني رسماتكو الأسطورية شكرا إلك كثير هاي هوني رسمين والله إنهم رسمات رهيبة شوفوا هاي الصورة الأسطورية أنا معتصم فهد من الأردن أنت بطل المفضل يا أحمد البطل طيب مين هذول هذول هم عائلتنا في أحمد روب لوكس في قناة أحمد روب لوكس هذا أنا أحمد روب لوكس زعرور روب لوكس سوسي روب لوكس اللي ما بعرف إنه عندي قناة بنزل عليها لعبة روب لوكس بتلاقوها بأول رابط من صندوق الوصف القناة رائعة جدا جدا وكمان بيسووا فيها تحديات أسطورية أكيد أكيد لا تنسوا أنك تشتركوا فيها مش ضايل إشو منوصل 100 ألف مشترك فيها شكرا لكم يا أبطال وهي سوسي وزعرور أوه والله هاي رسمة أسطورية اه والله اسلام وعثمان من تونس نحب كل قنواتكم وهي زعرور سوسي كاركور وهي ليلي وهي رورو وهي مين هذا الجد والله ايش رائع كثير كثير وهي احمد البطل فوق الاندرمان والله الرسمة رهيبة وهي احمد هيرو عمر من الاردن هاي رسمة اسطورية هاي رئيس المراقبين مبروك على ال 500 الف مشترك طلعوا البطل جوجو ايه يا اولي ايه شو اذا رسموا لي المكياج ليش ايك ترسموا لي المكياج ليش والله متابلين عليك يا جوجو ليش ايك والله بزعل بزعل خلص بذول بمزح معاك هدي هدي يا خالو جوجو لا تبكي نام لا تبكي والله رسمات جميلة اوه احمد البطل الرسمة اسطورية الرسمة متعوب عليها وزي ما انت شايفين هاي كل الرسمات هاي كاركور من سوريا احلى تحية لسوريا ولجميع الدول العربية وهي زعرور وهي رسمة جميلة وهي هذا الراشد عبدالله 7 سنوات من الامارات اهلا وسهلا بالجميع رسمة رهيبة رسمة اسطورية رسمة خرافية فوق الزومبي هذا رسم ابوي الجد ابو احمد البطل محمد نحن من سوريا ايه عليا احنا منحبك ومنستنى فيديوهاتك يا احمد البطل يا سلام رسمة اسطورية ورائعة نعم هاي هوني رسم الجميع رسم عائلة احمد البطل رسم احمد البطل ايش رائع والله انا فرحان كتير وانا كمان لانك متواجد معانا احمد تم انتهاء من بناء كوكب هاي اللي اسمها وينس داي طيبة نعم جدي بتحكو نعم بننا لك كوكب في هاي الثوان المعدودة جوجو روح وصل وينس داي الطيبة على كوكبها ماش ماش رح افرجيكو كوكبها الان خليني اجي انا من هون من هون رح افاجئها انا رح استقبلها في كوكبها الجديد زي ما انت شايفين ترارارا هذا هو كوكب وينس داي الطيبة الجديد بننا بسرعة كبيرة جدا جدا عشان لياعجبها voyezكونالها مكان في داخلها هذه الكوكب يلا هي الصورة الها هيصورة الها يلا تفضلي يلا تفضلي هوهيوووووووووووووووووووووو هاذا كووكبي نعم conoc اووووووووووووغUCKيوهاء نعم هاذا كوكبك يا وينس داي الطيب كم تقييمي طبعا 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 عشرة من عشرة نهو افضل عائله بالعالم انا بحبكو كتير كتير يا احمد ويا جوجو وزعرور وسوسي والجميع احنا دائما رح نكون معاك وما في اي احد راح يضلو شريرا الى الاباد كوكبك تعبنا عليه وسويناه بسرعة كبيرة هذا الكوكب عبارة عن زهرة كبيرة ورديز وزهرة اسطورية عملاقة جدا جدا شكرا لكم انا رح اظنى طيبة انا هي ونزدي الطيبة رح اظنى طيبة الى الابد والان رح اغير الاسكن تبعي وشخصيتي الى ونزدي الطيبة بعد واحد اثنان ثلاث زي ما انت شايف يا احمد انا من اليوم مصاعدا ونزدي الطيبة اهلا وسهلا يا ونزدي الطيبة احمد كم بتقيم هذا الكوكب عشر من عشرة تعبنا عليه شوفوا ونزدي الطيبة ما في عليها دماء ونزدي الرائعة جدا جدا وحخليك تتعرفي على سوسي البطلية اروح اناديلك اياها نعم نعم خليها تصير صديقة لونزدي الطيبة يا سلام يعني بقدر انا الان اظنى طليقة وما في اي احد يجي ويضربني او ما في اي احد يجي ويعني حطني بالسجن لا طبعا والان انتو يا متابعين يجب عليكم انكو تنزلوا بصندوق الوصف وتسوينا وتسوينا فولو على صفحتنا على انستجرام بتلاقوها تحت في صندوق الوصف خلينا نوصلها اليوم خمس الاف فولوارا يا سلامنا يا سوسي سوسي هنا احنا الان الفتيات مع بعض احمد البطل دائما وابدان في كل مكان وي